سلامة لما نجد أن هناك صحيفة بريطانية وهي الڭارديان مثلا تحدثت عن ربما نقول بين مزدورين بنشوة عن هذا البيان الختامي بالتالي كيف ينظر الإعلام في أوروبا لهذه النتائج وهل هذا سيساعد على الدفع نحو نتائج أفضل بالنسبة للمناخ مستقبلا مصطلح انتصار تاريخي تقريبا استخدم في كافة العنوين الأوروبية التي عنونت خلاصة قمة شرم الشيخ الانتصار التاريخي كان لصالح إنشاء صندوق الأضرار والخسائر التي ستستفيد منها الدول النامية الدول الفقيرة التي تدفع ثمن هذه التغيرات المناخية مع أنها لا تلوث كثيرا ولكن المسئولية هي مسئولية الأثرياء الآن نعم مصر نجحت في أن تكون صوت الفقراء وأن تحقق للمظلومين عبر العالم من التغيرات المناخية مكاسب لم تحقق منذ ثلاثين عاما وهناك مطالبات بأن ينشأ هذا الصندوق ولم ينشأ ورعد بالكاد موضوع إنشاء صندوق للخسائر والأضرار كاد أن يدرج في جدول الأعمال قبل انعقاد القمة وقبل انعقاد المؤتمر كانت الدول الثرية ترفض إدراج هذا البند في قائمة في جدول الأعمال لكن أن ينتهي المؤتمر بإنشاء هذا الصندوق وموافقة الولايات المتحدة على تمويله أيضا وموافقة الصين على تمويله وعدم الاستفادة منه هذا إنجاز بلا شك أنه إنجاز كبير للدول الفقيرة والمتضررة لكن المسؤولية الآن هي على الدول الملوثة التي تريد الاستمرار باستخدام الوقود الأحفوري ولكن البعض يقول بأن هذه النصوص اللغزية بين قوسين في استخدام الطاقة الأقل تلويثا هي متصلة باستخدام الغاز الطبيعي